لجنة الصناعة في مجلس النواب بتطالب بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والغول دخلت حيث تنفيذ بعد الإخوان والراجل اللي هو إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة قال إن قطاع المعالجات التجارية سيبدأ اتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض رسوم حماية على الخشب التركي اللي حصل إيه؟ البضاعة التركية في خشب الحبيبي غرقت السوق المصرية هددت مصانع الخشب الحبيبي في مصر إنها تقف فالناس بدول مجلس الشعب جالهم الشكاو من المصانع فراحوا عاملين طلب أحاطة ولا غيره ولا بنقشة ليه وزارة الصناعة والتجارة يا عم تركيا بتعمل إغراق هو لسه لغاية النهاردة لسه لغاية النهاردة اتفاقية التجارة الحرة شغالة بين وبين تركيا لسه لغاية النهاردة ما فيش جهة في الدولة فكرت بتجميد وإلغاء هذه الاتفاقية حتى اللحظة إحنا عاملين نقول قاطعوا المنتجات التركية والدولة سايبها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لا والله لا والله لا والله ده غلط والله ده مش مقبول والله ده محبط إن يكون في اتفاقية التجارة حرة وجمعية صداقة مصرية تركية وجمعية رجال أعمال مصرية تركية بياخدوا الفلوس دي بتاعتنا دي ويحربونا بيها يبعاتوا بقى رأبيين يا جماعة والأمن القومي ايه غير اقتصاد يا جماعة تركيا في الميزان التجاري بين وبين تركيا بيصدروا لي بيضايع بربعة مليار وستمية وأنا بصدر لهم بمليار ومية أنا عندي عجز تجاري ثلاثة مليار ونص لصالح تركيا ميزان تجاري بتاعي يعني أنا بأدعم الصناعة التركية بأدعم المواطن التركي بأدعم حزب العدالة والتنمية حضرتك اللي تشير بضاعة تركيا وحضرتك اللي تستوري بضاعة تركيا بتدعم أردوغان عشان يضربنا تاني عشان ما عودش أتكلم بقول أطالب بإلغاء مش تجميد إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وطالب بمقاطعة اقتصادية على مستوى الدولة مع تركيا وطالب بمقاطعة شعبية للبضاعة التركية كل البضاعة التركية أو طالب كمان بإيقاف رحلات الطيران المصرية مصر الطيران إلى تركيا دي دولة معتادية دولة عدوة دولة غير ودودة دولة بتحربك من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال دولة عايش تاخد حقك أنا بقول إحنا لابد من وقفة حقيقية إحنا تركيا بتهجبنا للنهار رئيس تركيا بيحيك المؤامرات لبلدنا للنهار اللي بيحصل بيوديلي مرتزقة في لبي عشان يضربوني يبعت مرتزقة من سوريا على سينة عشان يضربوني بياخد قاعدة في سواكن عشان يضربني من الجنوب بيروح يعمل اتفاقات مع خالد ميشاة لو بتوح حمسش يضربني من غزة إيه وفي الآخر أبو السلامة مجموعة رجال أعمال لك من يش دعو بالسياسة بالاقتصاد لا إنت حضرات مصري تسمع كلام الحق وتسمع كلام التوجه العام للدولة المصرية أنا بقول جمعية رجال أعمال المصرية التركية وجمعية صداقة المصرية التركية واتفاقات بالدارة الحورة المصرية التركية وخطوط الملاحة المصرية التركية وخطوط طرارة المصرية أوقفوا هذا العبث أوقفوا هذا العبث لأنه بخسارة حقيقية عليها من زين التجاري مش لمصلحتي بدل ما نشتري من تركيا ونستورد من تركيا ابن مصانع بنبني مصانع في مصر حرام عليكم تضيعوا اللي الدولة بتعمله أنا بقول لكل واحد يقوم بشغله وزارة التجارة البرلمان الغرف التجارية بسرعة قرار جريء المفروض الرئيس الغرف التجارية المصرية طلع بيان طلع قرار المجلس النوابي طلع قرار وزارة التجارة تكون عند حسن الزمن طلع قرار فيه مقاطعة شعبية ومقاطعة دولة لكل ما هو تركي حتى يتأدب أردوغان يتحدث عن مصر بأدب ويعود عما يقوه أنا أظن أنه لن يفعل